موسيقى القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان موسيقى ابتداء من الغد بث صلاة العشاء والتراويح إذاعيا من مسجد عمر بن العاص بحضور الإمام واثنين فقط من العملين به موسيقى وزارة رياضة تنفي فتح مراكز الشباب والأندية منتصف الشهر الجام موسيقى موجز الهم واخر الأخبار من تلفزيون النهر مشاهدين الكرام أهلا بكم بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكر انتصارات العاشر من رمضان لعام 1441 للهجرة كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس السيسي وأصدر الفريق أول محمد زكي توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناء العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وكذلك أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان للعام الجاري 1441 للهجرة كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لأفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة أجرى وزير النقل كامل الوزير جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة في صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد وكذلك أعمال تجهيز اليومي لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم كما شهد الوزير وأعمال التجهيز الخاصة بعشرين جرار سكة حديد جديدة وصلت خلال الفترة الماضية وأكد الوزير أن الوزارة تتعاقدت على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالي مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجلة وصرح الوزير بأن هناك عدد 33 عرب سكة حديد جديدة أخرى يتم تصنيعها حاليا في روسيا وكان من المخطط وصولها نهاية الشهر الحالي ولكن سيتم توريدها قبل نهاية الشهر القادم بسبب الظروف الخاصة بكرونا على أن يتوالى وصول بقية الدفعات أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن الأصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وسندها الشعب خلال السنوات الماضية أتحت قدرا من الصلابة للاقتصاد المصري في مواجهة تدعيات أزمة بيروس كورونا المستجدة لافتا إلى أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2% من الناتج المحلية وقد أوضح الوزير أنه تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطع صناعة تشجيعا للإنتاج المحلي قررت وزارة الأوقاف بث صلة العشاء وترويح إذاعيا يوميا من مسجد عمر بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة بحضور إمام المسجد والثاني فقط من العاملين بالمسجد وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقل صلاة العشاء وصلاة الترويح نقلا مباشرا يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مع الالتزام بعدم فتح المسجد أمام المصلين وعدم تشغيل أي سماعات خارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد أو في ساحاته الخارجية والاقتصار على تشغيل سماعة داخلية واحدة على قدر تحقيق النقل الإذاعي فقط مع تأكيدنا على قصر الأمر على هذا المسجد فقط والتزام سائر المساجد على مستوى الجمهورية بالتعليق الكامل للجمع والجماعات إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال علة الغلق نفت وزارة الشباب والرياضة صحة ما تم تدوله من أخبار حول اتجاه الوزارة لفتح الأندية ومراكز الشباب اعتبارا من منتصف مايو الجاري واستئناف النشاط الرياضي ختاما كان هذا مجازن الإخبار لهذه الساعة من تلفزيون النهار دمتم بخير وإلى اللقاء